السلام عليكم في هذا الفيديو راح اتكلم عن حاسب محمول مخصص للالعاب بسعر منافس مقارنتهم من نفس الفئة طبعا في البداية ودي اقول انه هذا الحاسب يتراوح ما بين 1200 الى 1200 دولار امريكي نسخة امامكم 1250 تقريبا دولار امريكي المواصفات اللي راح تظهر لكم الان وقبل ما تخف التفاصيل خد نفس لانه هذا الموديل تحديد ان هو الافضل من نفس الحاسب في اكثر موديل وشي صدمني صراحة لهذا الحاسب لكن هذا افضل شيء نبدأ اوكي MSI GP62 Libret Pro 7REX اخر اربع اشياء هذا هو الهم شيء للموديل نفسه اللي هو امامكم الحاسب يأتي بنفس مفهوم التصميم ونفس تقريبا جود التصنيع الموجودة في سلسلة MSI اولا السماكة الخاصة بهذا الحاسب تبدأ من 27 الى 29 ملي متر والوزن الكامل الخاص بهذا الحاسب 2.4 كيلو جرام نعم بكل تأكيد ليس الاقل سماكة او الاخف وزنا لكن توقع انه بسبب مساحات الخاصة بالتهوية وانه هذا الحاسب رح يقدم لك اربع سماعات يمكن هذا الشيء يعتمد انه عجبك او لا ولكن انا كنت من يكون بسماكة وزن اقل عموما عموما هذا الحاسب يأتي بغطاء من البلاستيك ليس الافضل لكنه ليس سيء بنفس الوقت المنطقة الخاصة بوضع اليد والجهة السفلية بجود تصنيع افضل الاطار حول الشاشة ما اخذ مساحة لكنها ليست مزعجة كاميرا مامية HD او 720p 30 اطار بي الثانية لون الاسود واللون الاحمر يعني نفس مفهوم التصميم وشعر خاص بالدراغن اضاءة اليد ثلاثية في الجهة الامامية من الاسفل وايضا الشركة وفرت منافذ كويسة على هذا الحاسب صراحة شيء يحسب لهم يعني رح تلقى في هذا الحاسب اثنين يو اس بي ثلاثة فاصل صفر ميني تسبيل بورت ويوس بي تايب سي للأسف ليسها ثاندربولت 3.0 هذا منها الجيل الاول وايضا عندك قارة لذاكرة ومحركة قراس للدي بي دي هو محركة قراس قارة وناسخ فهذا الشيء موجود في هذا الحاسب منفذ للشبكة واللي دعم الكيلر التقنية الخاصة بالشركة ام ساي ونعم الاتش ديم اي هنا هنا لاحظت انه يعطيك فور كي الى ثلاثين هيرس ليسها الستين هيرس لكن اوكي اشوف المنافذ كويسة ولو اني كنت اتمنى يكون ما في يوس بي تنفذ صفر لكنه موجود الحاسب المحمول من ناحية الشاشة 15.6 انش تي ان الشاشة من نوع تي ان ال اي دي الشاشة طبعا تعتبر نوعا ما معتمة هذه الشاشة تعطيك نسب رائع جدا من ناحية الالوان للار جي بي او الاس ار جي بي عفوا والادوبي ار جي بي كان نتكلم عن 100 بالمئة للس ار جي بي و 76 في المئة فهذا مناسب لي بوضوع الصور وفديهات للمنتاج لكن كشاشة من ناحية الالوان ممتازة من ناحية درجات التباين والاضاءة كنت اتمنى تكون افضل زوائي الرؤية لا تتوقع انها بنفس قوة شاشات ال اي بي اس في نسخة اخرى من هذا الحاسب اي بي اس لكن النسخة لماكم هي نسخة التي ان واللي تتفوق على ال اي بي اس من ناحية زبن الاستجابة يكون افضل من ناحية اذا كنت لعب العاب منظور التصويب الاول اول الالعاب اللي يتطلب يعني حركات سريعة جدا من ناحية الصوت الصوت عالي الصوت عالي لكن لما ترفع الى نسبة مئة بالمئة ما في بي اس البي اس حقها مو موجود على هذا الصوت فحط في بالك هذه النقطة ايضا لما اتكلم عن لوحة فتيح فنعم ستيل سيريس ار جي بي كامل فلوحة فتيح اعتبرها ممتازة ما وجدت في مشكلة الازراء تعمل بالشكل المطلوب وكل زر متباعد بالطريقة المناسبة ما في تسريب للضاءة بالنسبة للفارف هو يستخدم الزر الايمن والزر الايصر مع معرفات خاصة بسناب تيكس فعلى رغم مني افضل معرفات خاصة بالويندوز الا انه هذه المعرفات تعمل بالشكل المطلوب ما وجهت مشكلة مع حركات خاصة بالويندوز كل شيء يعطيني استجابة كويسة يعني ما وجهت فيها مشكلة لما نتكلم عن الاداة فالجي تي اكس تين فيفتي تي اي فور جيجا بايت اقدر اقول انه يضمنك العابة تين ايتي ما بين الميديوم سيتنج او اعدادات المتوسطة الى اعدادات الالترا حسب كل اللعبة الكرت يعمل بشكل رائع جدا ما لاحظ فيه مشكلة من ناحية الضغط وانه ممكن يتأثب بالحرارة ابدا كان ثابت من ناحية الاداة السي بيو المستخدم في هذا الحاسب 7500 اه طبعا اتش كيو 16 جيجا بايت دي دي ار فور فالسي بيو طبعا معروف انه مخصص للالعب لكن لما تضغط عليه مع هذا الحاسب تحديدا فمع الضغط المكسف مع الحرارة فما تلاحظ انه ثابت من ناحية الاداة هل هي مزجة لا لكنه امر ملحوظ لما تضغط عليه لفترة جدا طويلة لما تلعب لفترات جدا طويلة فتلاحظ اداء المعالج مهم ثابت من ناحية الاس اس دي هو ان في ام اي و 7200 دورة بالدقيقة للواحد تيرا بايت فاقدر اقول انه اداء الاس اس دي كان ممتاز ممتاز جدا واختيار موفق من نوع توشيبة ليس لا سراء لكنه افضل منه يكون واجهة الساتا فالشي مرحب فيه بالنسبة بالنسبة للصوت المروح فعندك مروحتين تقريبا راح تطيك 40 دي سبول فالصوت ملحوظ مع الضغط المكثف او تشغيل فيديو لمدة 15 دقيقة فطلاحظ من الصوت المروحة موجود وخاصة لما تكون في كافي فالناس راح يسمعون صوت المروحة بالنسبة للحرارة نفسها فنعم الحرارة ملحوظة على هذه النسخة 43 كان في الجهة العليا منطقة الخاصة او بالزاوية يصار من عند لوحة الفاتيح كان 43 درجة ماءوية وبالاسفة 47 درجة ماءوية نعم ملحوظة لكن ارجع وقول انه طرعا ممت خطة حاجز ال 50 درجة فا اوكي نوعا ما لكنه راح تلاحظة الحرارة الحرارة راح تلاحظة في هذا الحاسب بالنسبة للبطارية فما الضغط المكثب طبعا او اقصد الالعاب وايضا الفوديهات ورفع مستوى الاضاءة الى 100% فما راح يستمر اكثر من ساعة ابدا انسى هذا الشي لكن لما تستخدم ب60% للاضاءة واقتران دعم الواليس والمهام اليومية بعيدا الالعاب وشوية منتاج فاقدر اقول انه ممكن يعطيك ما بين ثلاث ساعات الى ثلاث ساعات ونصف ساعة القيمينج يعني لا اتوقع انه راح يعطيك ساعات جدا طويلة فاحط في بالك ايضا هذه النقطة فهذا الحاسب يعتبر بسعر منافس راح يقدم لك المنافذ المطلوبة اداء رائع جدا من ناحية الجي بيو اداء يعني ولو ان السي بيو فيه شوية اداء غير مستقرب مع الضغط المكثف الي انه مهم مشكلة كبيرة مزعجة جدا لا الصوت عالي بكل تأكيد لكنه ليس بالجودة العالية مقارنة بعدد منافسي وخاصة لما ترفع الى نسبة 100% اقدر اقول انه بشكل عام جيد هذا الحاسب نشوفكم اخير ان شاء الله مع السلامة